وللمزيد ينضم ولينا من نيودلهي الزميل محمد عبدالله منفد التلفزيون المصري محمد بعد التحية منذ قليل وصل سيادة الرئيس عبدالفتح السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي بعد احتفاء كبير من الشعب الهندي والقيادة الهندية كيف تقرأ هذا الاحتفاء وأيضا تلبية دعوة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي بوجود الرئيس كضيف شرف يوم الجمهورية نعم دينا نحن الآن في مقر قامة السيد الرئيس هنا في وسط نيودلهي وإذا أردنا أن نعرف أهمية هذه الزيارة والزخم الكبير الذي تكتسبه هذه الزيارة على المستوى السياسي وأيضا على كافة المستوات الأخرى فنشير إلى أن الاحتفاء بيوم الجمهورية في الهند هو احتفاء هام للغاية لأنه يرمز إلى الوحدة والتأخي ما بين جموع وثقافات وأعراق وديانات الشعب الهندي الذي توحده واستطاع التخلص من الاستمار في عام 1950 واستطاع أن يدشن دستوره الجديد الذي وحد ما بين كافة الأعراق الهندية والديانات الهندية المختلفة في 1950 ومن ثم هذا اليوم يكتسب أهمية خاصة في ذقرة الشعب الهندي نظرا لتتشين الدستور الهندي وأيضا نظرا لأن هذا اليوم يتم الاحتفال به في كافة تربوع الهند 27 ولاية هندية وأن هذا اليوم نظرا لهميته لدى الجانب الهندي على مستوى الرسمي يتم فيه دعوة زعماء ورأساء على مستوى دول العالم دول لها تأثير كبير على الساحة الإقلمية والدولية نذكر أنه كان قد تم دعوة الرئيس الروسي قبل ذاك إلى المشاركة في الاحتفال بيوم الجمهورية وكذلك الرئيس الفرنسي ومن ثم الجانب الهندي حينما يوجه دعوة إلى رئيس دولة للحضور في هذا الاحتفال هو إشارة إلى أهمية هذه الدولة وأيضا أهمية شخصية رئيس هذه الدولة والذي يحظى بثقة كبيرة وترحيب كبير من الجانب الهندي على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي هذا الأمر لمسناه في شوارع الهند حينما كنا نتجول في شوارع نيو ديله عذرا حينما كنا نتجول في شوارع نيو ديله وجدنا الأعلام المصرية بجوار علم المصر بجوار علم الهند وأيضا وجدنا العديد من صور سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شوارع نيوديله وصور تجمع سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الهندي إذن هناك استقبال وتركيز كبير من الجانب الهندي فيما يتعلق بدفع العلاقات الثنونية المصرية إلى مستويات لم تصل لها من قبر إلى المستوى الاستراتيجي هذا فيما يتعلق على الجانب السياسي هناك مثلما كنا نتابع الوفد المصاحب لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته للهند وجدنا عدد من الوزراء القهرباء والاتصالات ووزارة الإسكان ومن ثم هي دلالات وإشارات بالإضافة طعم بتأكيد إلى معالي وزير الخارجية هي دلالات وإشارات أن هناك خطوات فيما يتعلق بالجانب المصري والجانب الهندي سوف يتم اتخاذ خطوات خلال هذه الزيارة في مجالات مختلفة واستثمارات مختلفة الجانب الهندي هناك ترقب كبير ورغبة كبيرة من الجانب الهندي في مضاعفة الاستثمارات الحاصلة في مصر هناك ما يقرب من 350 مليون دولار يتم استثمارها من جانب عدد من الشركات الهندية في الاقتصاد المصري تقوم بتشغيل 38 ألف عامل مصري وما يزيد وهناك رغبة في زيادة هذه الاستثمارات من الجانب الهندي هناك أيضا رغبة هامة جدا وقوية جدا من الجانب الهندي وهو الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر وبالفعل كان قد تم توقيع التفاقيات منذ قبل بما يساوي 8 مليار دولار للاستثمار ما بين الجانب المصري والجانب الهندي في مجال الهيدروجين الأخضر ورغبة الهند في التحول من استخدام الفحم في الطاقة حتى عام 2070 إلى استخدام الطاقة النظيفة هناك مثلما كل هذه الأمور تشير إلى أن زخم العلاقات السياسية سوف يقب بظلال كبيرة على العلاقات الاقتصادية والعلاقات الأخرى التي تربط مصر والهند والتاريخ الحاصل والتنسيق الحاصل ما بين كلا البلدين سوف أشهد الفترة القادمة شكلا مختلفا في مستوى التعاون ما بين الجانبين نعم دينا نعم محمد عبد الله موفد تليفزيون المصري إلى العاصمة الهندية نو دالهي شكرا جزيلا لك